انا واقف عند حاجة خطيرة جد جدا الاهلي على مدار تاريخه الطويل يعتمد دائما ان يفرد الانضباط في فريق الكرة بمدير كرة هتقولك ايه خاص مدير كرة هقولك ده الاهلي ده نظام طيب ماشيت سيد عبدالحفيز ماشي عايز تعمل تغيير دماء الرجل كان ماشي بشكل ناجح بس انت قلت اغير دماء ماشي جبت خالد بيبو الراجل جاء ماهريا ما كانش بيلقى شعبية لكن اللعيبة كانت تقولك انه بيشتغل كويس خالد بيبو جاء ماهريا عشان جاي بعد ساعة بحفيز فقال جاء مهور يعني مش حسين خالد بيبو صالم بس اللعيبة كانت بتقولك انه بيشتغل كويس جد مشي خالد بيبو هل النادي الاهلي العظيم بكل رموزه واسماءه الكبيرة الحاليين اللي موجودين وعايشين مفيش حد فيهم ينفع يبقى مدير كورة للنادي الاهلي هل ده يا جوز تقولي ما كابتن سامي عمصان كابتن سامي عمصان قائم بمدير بمهمة مدير الكورة وراجل له حاجات تانية لا امور فنية يعني مشغول اكيد بامور فنية مع مرسل كورة كمساعد للمدرق بس ازاي الاهلي ما عندوش مدير كورة هتقولي طب ايه تشمعنا كلا انت على القصة دي النهاردة اقولك اعلام جمهور عمال يقول انه الاهلي يكسب المباراة محلل اي حد بمنطق انه الاهلي اجهز عادي يعني مغلطوش اللي قالوا كده مش يعني الا اللي غلط اللي صخر من نادي الزمالك او قلل من نادي الزمالك او قال ان المباراة محسومة من نادي الاهلي ده غلط مية في المية بس اللي يقول مثلا انه الاهلي مرشح نسبيا انه تبقى ان الحالة الفنية والجاهزية والمدير عادي ده شرح فني برحب بس ان اللعيبة تصدق ده ان الفرقة تفك ان الجهاز الفني ما يبقاش مركز ان اللعيبة تبقى مش مركزة ده اللعيبة كان متفق على لقاءات بعد المباراة اللعيبة قبل المعسكر في بعض اللعيبة ما كانتش يعني ملتزمة بنسبة مية في المية في كصص وحكايات الاهلي قبل مباراة السوبر ما كانش كامل الجاهزية الزهنية مين بقى دوره انه يلم القصة دي مين دوره يلم الفرقة ويقول لهم لا اهدو احنا مش هنكسب المباراة دي الا بالروح وبالاجتهاد وبالتعب زي مزة مالك عمل النهاردة مين اللي دوره يعمل كده مدير الكورة مفيش مدير الكورة تاني مش بقلل من الكابت انسان وقمسان خالص بس انا بشوف الكابت انسان وقمسان مدرب كفء جد بس مدير الكورة الاهلي هذا الاهلي اللي طلع رموز واسماء عظيمة وتاريخية مش عارف يعين مدير كورة تبقى فهم انك مش عارف تجيب مهاجم الناس بتغالف الاسعار مش عايز تجيب اي مهاجم وخلاص بتستنقى حاجة كويسة بتشوف مهاجم جيد يفيد الفريق مئة تفهمها لكن الاهلي في ابنائهم ما عندوش مدير كورة تبقى حاجة خطيرة جد الاهلي ما عندوش كادر يصلح مدير كورة تبقى حاجة خطيرة جد جدا يعني فده الخطأ اللي في رأيي شايف انه الاهلي محتاج انه يصححه سريعا ادارة النادي الاهلي تصححه سريعا لكن جاهز فني لا ما فيش خلاف على مرسي كورة خسر مباراة اقول النهار ده مرسي كورة ما عمدتش مباراة جيدة لعبت النادي الاهلي لعيبة رائعة جدا لعبه النهار ده سايج جدا بس هم لعيبة رائعة جدا مباراة يعني يعني اقول برضو جمهور الاهلي لا تكبر الموضوع قوي ولا برضو ادارة النادي الاهلي تجهل فكرة انه الفرقة فكت قبل مباراة الزمالك وفي رأيي انه السبب انه ما كانش فيه حد رابط الفرقة مدير كورة ترجمة نانسي قنقر